بسم الله الرحمن الرحيم من خلال هذا الفيديو البسيط سنستعرض كيف يمكن للمغناطيسات أن تولد الكهرباء أو الحركة لدينا نموذج يبين فكرة المولد الكهربائي يتكون مولد الكهربائي من جزئين مغناطيس وملف فكرة عمل مولد الكهربائي عند نوران الملف بين قطبي المغناطيس يتولد تيار الكهربائي والذي سيشعل هذا المصباح إذن هذه فكرة المولد الكهربائي يتكون من مغناطيس وملف عند دوران الملف بين قطبي المغناطيس يتولد تيار الكهربائي أما بالنسبة لمحرك الكهربائي فهو يتكون من ثلاثة أزار يتكون من مغناطيس وملف وبطارية أو مصدر للكهرباء عند مرور تيار الكهربائي في الملف يتحول الملف إلى مغناطيس كهربائي مما يؤدي إلى دوران المحور إذن المحرك الكهربائي هو عبارة عن أداة تحول الطاقة الكهربائية إلى طاقة حركية المترجم للقابة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر